موسيقى شاهدنا أعلم بكم في نشتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد أستعيلها من دبي حيث قلت كاتبة الدولة البرلمانية لدى وزير الدولة للتغذية والفلاحة بألمانيا كلاوديا مولر إن المغرب شريك مهم للغاية بالنسبة لألمانيا في المجال الفلاحي وأبرزت المسؤولة الألمانية عقب مباحثات مع وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي على همش مؤتمر كوب 28 أن هذه المباحثات مكنت من تبادل الأفكار حول موضوع التعاون بين الوزارتين مشيدة بتطبق وجهتي النظر لتعزيز شركة ثنائية من جهته صلطة سيد صديقي الضوء على التعاون طويل الأمد مع ألمانيا في الميدان الفلاحي في إطار مشاريع وبرامج مهيكلة استفدت منها الفلاحة المغربية خصوصا في مجال تكنولوجيا الألمانية المعروفة في المكننة ومجال السقي وتكنولوجيا الاقتصاد في المياه القداما ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28 أكد وزير تجهيز والماء نزار بركة خلال مشاركته الأحد بيدبي في أشغال ندوة وازية للمؤتمر أن السياسة المائية الوطنية تادف إلى ضمان حق الولوج للماء لجميع المواطنات والمواطنين وفقا لأهداف التنمية المستدامة واستحضر السيد بركة توجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أعطت دفعة جديدة وديناميكية قوية للسياسة المائية الوطنية خاصة في تجاه تحقيق المرونة وأضافنا السياسة المائية الجديدة ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية تهم تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وتثمين الموارد المائية غير تقليدية وتدبير طلب على الماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل للاقتصادي في الماء وفي خبر آخرات لقات الخطوط الملاكية المغربية وإفريقيا سي أم دي سي أولى رحلة طيران خالية من الكربون من القارة الإفريقية مزودة بوقود الطيران المستدام وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن الرحلة التي تم تأمينها بيتزامن مع ننقاض مؤتمر المناخ كوب 28 بدبي استخدمت ما يقرب من 9 أطنان من وقود الطيران المستدام أي 40% من الكمية اللازمة للقيام بهذه الرحلة مما تحى تجنب انبعاث ما يقرب من 23 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وبالموازات مع ذلك سيتم تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون النجم عن بقية الوقود التقليدي المستخدم لهذه الرحلة من قبل الخطوط الملكية المغربية في طار برنامج تعويض الكربوني الطوعي الذي تقوده مؤسسة محمد نسادس لحماية البيئة وفي موضوع منفصل ارتفع تسعر النفط اليوم مواصلة ما كسبها لثاني جلسة مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطاتها الاستراتيجية الأمر الذي وفر بعض الدعم على الرغم من استمرار مخاوف من ضعف نمو طلب على الوقود في العام المقبل وارتفعت العقود الأجلة لخامي برينت بـ 11 سنة إلى 75 دولار و95 سنة للبرميل وزادت العقود الأجلة لخامي غربي تيكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 71 دولار و30 سنة للبرميل هذا وقفز الخمان بأكثر من 2 بالمئة الجمعة لكنهما انخفض لسابع أسبوع على التوالي ويأطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 وفيما يخص أسعار ذهب فقد تراجعة اليوم في ظل ارتفاع الدولار فيما يتركب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مساري أسعار الفائدة وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.3% ليصل إلى 1997 دولار و16 سنة للوقية بينما تراجعت العقود الأجلة للذهب الأمريكي بـ 0.1% إلى 2013 دولار و20 سنة نكتفي بهذا القدر مشاهدي الكرام نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء تومتم في عمان الله